أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف المواني خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الانتاج كما أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في المواني المصرية أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية فيما تعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات